ازايكو جماعة دي الحلقة التامنة من زيرة وهيرو وسلسلة المبتدئين في البرودوكشن لأول مرة تشوف الحلقة دي فانصحك تشوف الحلقة دي من الاول في الحلقة دي هنشرح البرودوكشن بقى احنا شرحنا الهيستوري بتاعه واجه ازاي وكده نشرح بقى تكوين وماشي ازاي يعني ازاي نبتدي البرودوكشن وازاي نفهمه اصلا من الاول دلوقتي عندنا البند كونفيجريشن او البند سيت اوب يعني هو لحد دلوقتي بردو كلمنا موجود يعني بس هو في الاول في بند مثلا بيلعب روك بيلعب بوب بيلعب سول جاز اي حاجة فالبند دا ليه كونفيجريشن هو دا اللي بيطلع بي لايف هو دا اللي بي يعني الناس بتسمعه في الحفلات وكده فالمنطقي ان انت تسجل بنفس الطريقة اللي هما هيطلعوا بيها كبند لانه البند دا عبارة عن كل واحد بيلعب الا معينة وبيعملوا بند البند دا ممكن يبقى مثلا 4-5 الات 6 الات ممكن يبقى اكتر ممكن اقل فالـجوريشن طبيعي لانت تسجل الألت دي الفيكون في الـجوريشن بتاع البند دا بيبقى عادا كون من درامز دا أساسي باس جتار والالجتاريز الجتاريز دي ممكن تبقى او استخده واحد او اثنين ممكن وتلاته الجتاريز دي ممكن تبقى اكوستيك현 في خشبية او ممكن تبقى الاكتردك جاتارات كهرباء وممكن يبقى فيه كيبورد دا اوelect Laughing اللي هو مثلا .一些าร chamacys اللي هو مثلا 있어 church piano أو piano gадно أو رودز فيه أنواع كتير من الكيبورد من الكيبورد يعني خش عمل سرش عليها وممكن تبقى سنتيسايزر زي سنتيسايزر ده قاله برضو الكيبورد بتحاكي الكيبورد والبيانو في المنظر يعني منظر اللي قود بتاع الكيز ودي بتطلع يعني الكيبورد عن طريق حاجة اسمها أوسليتورز أوسليتورز دي بتطلع ويف فورمز وكل ويف فورم يباليها صوت معين وطبعا الموضوع بتعقد عن كده علشان تعمل صوت قوي وكبير وفلترز وحاجات زي كده بتخلي الصوت أحلى يعني وأشمل يعني فده باختصار شديد قوي اللي سنتيسايزر بدي عبر عن ايه ولسنتيسايزر يعني اختراها في بداية الخمسينات دخلت الماركت في الحوالي يعني في ستينات أو سبعينات كده في الحتة دي فوكالس طبعا لو هي لو هو بغن مش 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 انسترومنتل فطبعا لازم يبقى فيه مغني وساعات ممكن نسجل حاجات إضافية لو حتاجنا ممكن نسجل لو هي أغنية مثلا سيه هادية ويموشنال مثلا ممكن نحط سترينجز ممكن نحط بروس سكشن ممكن نحط أي حاجة كلاسيك ممكن نحط نحط أي آلة إثنك معناها مثلا آلة من الهند آلة نفخة غريبة مثلا من الهند آلة وقترية من الصين يعني ما فيش مانع لو الأغنية تسمح بدا أو الكولتشر أو الباكراوند بتاعت البند ده يعني فيها حاجة فولكلوريك أو حاجة ليه علاقة بالترديشن معين ما فيش مانع ده يعني ده بالنسبة للبند عندنا بقى البرودوكشن المودرن اللي هو يعني أنا هنا مسميه بوب بس هو يعني في الحقيقة هو مش بوبس هو يعني أي موسيقى بتتسجل على أقل اليومين دول احنا عايزين نركز بقى الموسيقى بتاعت اليومين دول هي بتتعامل أو على أقل بتبتدي عن طريق كمبيوتر فيه يعني المنظر الكلاسيك خالص بتاع الأغنية انتوا عارفين الأغنية بتبقى حوالي من 3 إلى 4 داعي ده معظم الأغاني اللي في الدنيا بتبقى كده المزيكة التانية الموسيقى التصويرية الموسيقى اللي غرض مثلا موسيقى الإعلانات الموسيقى لأي برامج يعني أي ساوند ديزاين لأفلايم لأي حاجة ده مضوع التاني خالص ده ممكن نتكلم فيه بعدين بس هم يعني يشتركوا مع بعض ان احنا بنستخدم نفس البرامج بنستخدم نفس الأصوات بس بنطبق الموسيقى بشكل مختلف شوية لكن هي بتبتدي برضو بنفس الفكرة فيه ميوزيك بوديوسر قاعد في مكان وعنده سيتاب معين السيتاب ده برضو عشان مطولش عليكو هو ورعا يعني البيسيكس خالص يبقى عندك مونيتورز اللي هو السماعات بس السماعات بتبقى معمولة للستوديوز مش سماعات معمولة اللي هو تسمع لها فورفان يعني لأ دي متخصصة للستوديوز عشان هي بتديك سيجنال بتبقى حقيقية او مش بتبقى متلونة او بتبقى بتديك الحقيقة من غير اي مجاملات يعني عشان تعرف تاخد خرارات دقيقة يعني وكارت صوت وميدي كنترولر او كيبورد بيتوصل يقدر توصله بالكمبيوتر اي كيبورد جديد هي تقدر توصله بالكمبيوتر هي بعد اشارات ميدي بس هو ده البيسيك سيتاب بس طبعا في حاجات ممكن تزيد قد كده بس مش هستطول عليكو دي ممكن نتكلم فيها بعدين يعني بس ده المين سيتاب يعني فالبروديوسر ده بيعد وبيبتدي الأغنية من عنده فهو الستتاب نفسه بتاع البوب يعني كاتب ايه في الاول يعني ان الدرومز اللي هي القاعة بتاع المزيكة البوب او whatever بقى المزيكات وجرية مزيكة كوميرشال حد بيغني في الاغير احنا ممكن نعمل الدرومز دي عن طريق حاجة اسمها سامبلز واشرح بعد كده اي سامبلز دي يعني اي سامبلز وبنجمع السامبلز دي وبنعمل بيها باترن معين او بنعمل بيها سيكوينس معين بنقلت بيها الدرومز اللي بتتسجل بجد او ممكن نسجل الدرومز بجد في ستوديو فيش مشكلة وتبقى غني بوب برضو عادي او ممكن نكمبيين اللي اتنين مع بعض فدي ممكن نعملها طبعا بيبقى فيه حاجات مكتوبة بالميدي يا مرعوبة بالميدي زي سنتيسايزرز جاية من مثلا سوفتويرز او من هاردوير وبنكتب بيها الهارموني ونحط الكوردز والحاجات اللي بتدعم الميلو دي وهنشرح برضو قدام ده وممكن نسجل الحاجات اديشنال لايف انسترومنتز زي مثلا ممكن نسجل كيبورد الكترك كيبورد مش عارف ايه كلام ده كله ممكن نسجل جيتارز طبعا عادي وعادة بنسجل فوكالز على مراحل كتير يعني بنسجل فوكالز مش بالضرع يبقى تراك واحد وخلاص بيبقى ممكن يبقى فيه تراكس كتيرة قوي بتتغنى في نفس الوقت بتتسجل ورا بعض وبتتجمع علشان تعمل صوت كبير وقوي بالذات في الحتة اللي هي بنسميها الكورس او السينيو او الهوك ساعات برضو في امريكا بنسمي الهوك اللي هو الحتة اللي بيبيع لغنية اللي هي الحتة اللي بتحفظها اللي حتة اللي الكلام فيها متكرر وبتتكرر في لغنية مرتين او ثلاثة دي عادة بنحط بنقد اديشنال فوكالز يا اما بنقول نفس الحاجة يا اما بنقول نفس الحاجة بس انهارموني طبقات مختلفة وهكذا فانا عادة بقسم المزيكة المودرن يعني للحاجات دي احنا عندنا الدرومز ده اساسي الدرومز من وجهة نظري هو يعني اهم حاجة في البوب ميوزيك وفي الكوميرشال ميوزيك لانه هو بيبقى واخد جزء كبير قوي من الانرجي وللسرعة هو اللي بيست الريدم هو اللي بيست المود هو اللي بيست الحركة بتاعت الاغنية الاغنية دي هادية ولا مش هادية بطيقة سريعة انرجاتيك كل ده اللي بيحدده الدرومز غير انها بتاخد بتاكل جزء كبير قوي من الاغنية لو جزء ده معمول وحش يعني انت 70% من الاغنية اصلا بتاقي يعني وحشة من الاول مش هينفع تحسين عن كده لك لو جزء ده كويس جدا وحتى لو الباقي مش قد كده فالاغنية ممكن تنجح جدا لان اهم حاجة في الاغنية من وجهة نظري المغني طبعا صعب الاغنية والدرومز ديالة والاغنية مو اعتمد على درومز طبعا لو مش معتمد على درومز ده موضوع تاني بس يعني في الاغاني اللي فيها درومز بيبقى درومز من وجهة نظري بتبقى مهمة قوي بعدكده عندنا الحتة بتاعة المدرينج ديال الحتة بتيعيش فيها الموسيقى بقى نفسها هو المزيكة اللي بتس поступort او الهرموني اللي بي سو Port الباقي اللي الاستي materials اللي انا بسميه الماء رتش mio support اللي طبعا بيبقى فيها هرموني هرمونيي لياتي بقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن حاجات كتير طبعا نتكلم ده برضو فيه بقى حاجة اسمها common tones بتختار أصوات بتحاول تلينك ما بين الأصوات اللي انت عملها وتعمل برضو الموضوع بيبقى interesting فيه طبعا الليكس والريفس فيه ريفس الموسيقى اللي بتبقى مثلا بتشتغل في الانترو بتحضرك للأغنية بيبقى فيها حاجة تفتكيرها تحفظها بسرعة الليك دي ممكن تبقى جيتار ممكن تبقى كيبورد ممكن تبقى أي حاجة الريفس برضو بتبقى زي مقطوع موسخيز غير قوي يعني بتبقى جملة مثلا أو كده ممكن يتبني عليها أصلا اللغنية اللغنية تتغنى على ريف مهين كانتها طبعا مشهور أكثر في الراك وكده بس البوب برضو فيه كده وفيه بقى حاجة اسمها زي يعني مرضات reflections اللي هو بيبقى فيه زي جملة مصاحبة لكنها بتغني مع المغني أو بترد عليه في المسافات الفاضية بترد بجملة لحنية غالبا بتبقى شبه اللحن نفسه بترد وتعمل يعني تبقى جملة لحنية مش هارمونية بتبقى جملة بتقول حاجة بعد لما مغني يسكت مثلا في حياتات معانا ودي كنو بنسمع كتير أو في الأغاني القديمة يعني كانت بالذات الكمانجات كان جزء كبير من التوزيع كان هو عبارة عن تقريبا ده بس يعني كان التوزيع كله مختصر على موضوع المرضات ده كان عليه ليه وزن كبير أو وفيه بقى حاجات بنسميها ear candy أو sound effects معانا بتخلي القنية interesting أكتر بيبقى فيه أصوات نفسها بتبقى أصواتها حلوة على الودان ودي ممكن نعملها بeffectات ممكن نعملها بحاجات كتير وممكن طبعا نقاد يعني لو الأغانية كلها حاجات electronic أو حاجات computer وبتاع فبتفقد الروح يعني بتاعت الأغانية مش ساعات بنفتقد الروح بتاعت الألات الحقيقية لو ممكن نحط بقى ألات بجد يعني زي strings براث زي ما قلت وبعد كده بنعمل edit كتير قوي بقى الكلام ده كله لأن الأغاني دي لازم تبقى perfect لازم تبقى on time كلها ما ينفعش تبقى loose ما ينفعش تبقى صوتها مش professional أو صوتها كانها متسجلة في studio بتاع تدريب ما jamming أو حاجة ما ينفعش يعني الأغاني كلها خلاص بقى في standard ناس تعودت على صوت معين الصوت اللي انتو بتسمعوه في الراديو في كل حتة ده ده صوت معمول له edit كتير جدا 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 ومعمول له حاجة اسمها mixing و mastering و processing علشان في الآخر الصوت يبقى أحسن حاجة ممكنة خش بقى على sound sources بقى الصوت عمتا بيجي منين أي صوت في الدنيا إما هيجي من microphone أنا وأنا بكلامكم دلوقتي قدامي microphone بيلوت الصوت لو في جتار مثلا بيلعب جتار أكوستيك هيتسجل ب microphone drums بتسجل ب microphone أي صوت انت بتسمعه آلة خشبية أو نفخة أو أي حاجة كل الكلام ده بتسجل ب microphone وفي أصوات تانية بتتسجل عن طريق حاجة اسمها line in أو amplifier يعني مثلا زي الآلات الالكتريك زي الجتار زي الالكتريك زي الجتار زي الالكتريك اللي تشلوا حاجات تانية كتير أكيد بتتسجل برضو عن طريق كابل بيبقى فيه زي مايك صغير كده برضو استيل بقى يعني في الآخر بيبقى مايك بيبقى حاجة اسمها pick up mic جوة الآلة الالكتريك دي هي اللي بتلقط الصوت الأوطار وبتحولها إلى electrical signal وبعد كده بتعديها amplifier عشان الصوت يكبر وبعد كده بتخش amplifier ده ممكن يخش على طول على recorder أو recorder كدت صوت أي حاجة يا إما بيوصل على سماعة سماعة amplifier والسماعة amplifier دي بتجيت مايكت برضو يعني في الآخر برضو بنجيبها بنسجلها بمايكروفون حقيقي فاستيل المايكروفون داخل حتى كمان في الأمليفاير زي كده يا إما الصوت جاي من synthesizer والsynthesizer زمان برضو كانوا بيسجلوه عن طريق يا إما line in directly على tape أو whatever بقى اللي كان بيسجل ساعتها يا إما بيتوصل على سماعات وسماعة دي بيحصل لها مايكينج الحاجات الجديدة كلها بتخش بقى line in عادي على كروت الصوت تشتغل عطول يعني أو يبقى source اللي انت سمعه ده عبارة combination ما بين كل الكامده كله يعني أنا ممكن أقلف صوت الصوت ده يبقى عبارة حاجة جايبة مايكروفون حاجة جايبة من synthesizer وحاطت عليهم مثلا مؤثرات صوتية معانا افكتات معانا وعملك في الآخر نتيجة أنت متبقاش عارف ده جايبين متبقاش عارف الصوت ده أصله إيه لأن أنا مركب حاجة كتير أو فوق بعض صعب تعرف الصوت ده جايبينين فممكن source ده يبقى combo من الثلاث حاجات اللي فاتوا دول بس هو مفيش حاجتين بالنسبة بقى لشغلنا كموزعين حين نشتغل بحاجة اسمها samples ومنشتغل بحاجة اسمها loops كبداية أو لكتسهيل الموضوع علشان أنت وإنت قاعد في الستوديو بتاعك لما تعوز تعمل مثلا ديمو ديمو معناها إيه؟ معناها أن أنت عايز تعمل شكل معين لموسيغة الموسيغة ده ممكن تبقى كلها أصوات إلكترونيك زي ما اتفقنا أو ممكن تبقى حاجات get replaced أو هتبدل بأصوات حقيقة هتتسجل في استوديو بجد في يوم الأيام يعني بس لازم يبقى في الخط نفسه الخط بتاع الأصوات بتاعك ده يبقى مكتوب أو ملعوب أو متسجل علشان الشخص الميوزيشن اللي يخش يسجل وراك يبقى عارف هيسجل إيه؟ حاول يقلد اللي أنت عاملو نوعا ما وهكذا فطبعا أنت قاعد في الستوديو عندك إنت لما تعوز تعمل مثلا drum pattern معنا أكيد مش هتنزل تحجز استوديو وتجيب drummer وتنزل تخليه يسجل قد كده وتدفع فلوس قد كده علشان تعمل حاجة ممكن ما تعجبكش في الآخر فبنشتغل بحاجة اسمها samples samples دي بيبقى فيها أصوات drums كتير قوي من كل حتة في الدنيا وال samples دي تقيبا ما بتخلصش يعني فيه مليارات samples موجودة تقدر تجيبهم تشتريهم أي حاجة تشتغل بهم على حسب ال style اللي أنت عايز تتحققه يعني وفيه برضو loops دي بتبقى إقاعات زي إقاعات جاهزة أو حت شوية يعني حاجة combination بتاعت موسيقى جاهزة هارموني جاهز أو أصوات جاهزة ممكن برضو تستخدمها لو هي صعب ان انت تحققها بالأجهزة اللي عندك أو بالبرامج اللي عندك أو لو هي آلات حقيقية صعب ان انت يبقى ليك access عليها وانت محتاج تخلص الأغنية دي في وقت معين أو كده حتى لو هتخليها زي ما هي كده أو هتستبدلها بعدين فمفيش مفر من انت تستخدم samples loops كده كده لازم هتستخدم samples loops لأن ده يئمة هو يعني يئمة يبقى sketch اللي هيتسجل بعدين later يئمة يبقى هو ده اللي هيفضل في الأغنية لو هو الصوت زي الفل لو مفوش مشكلة ان هو ينزل زي ما هو كده وفي حالات كتير قوي بيبقى يعني بنستخدم معظم samples اللي بنستخدمها أو loops اللي بنستخدمها بتفضل زي ما هي لأن هي options اللي موجودة عندنا دلوقتي بقت يعني كتير قوي ان هي اي صوت في خيالك تقريبا موجود وتقدر تجيبه بكل سهولة عن طريق ويبسايتس عن طريق في باي شركات مشهورة بتعمل الكلام ده كله فالموضوع بقى سهل جدا بس مش معنى كده ان ان انت تعثمد على samples loops ان انت تحط الساشن بتاعك كله يبقى عبارة عن samples loops يبقى انت تقومبين اصوات جنب بعض كده وما فيش اي input من عندك لأن لو ده حصل ممكن يحصل مرة ممكن يمشي مرة مرتين لكن في مواقف كتيرة لو انت لو عايز تطلع افكار original وجميلة او افكار تسابورت غاني معاناة من اللي بيتجيلك لازم تحط ال input بتاعك ولازم تتركب اصوات بنفسك ولازم تبرجرام حاجات بنفسك ولازم تكتب lines بنفسك وتلعب لازم جزء كبير قوي من اللي انت تعمله ويبقى انت اللي بتعمله from scratch فبرضو احنا هتعلم برضو ازاي نستخدم ده كله ازاي نعمل كل حاجة from scratch ازاي نستخدم loops وازاي نسامبل اصوات يعني ازاي ناخد اصوات معاناة صعب ان احنا نعملها recreation by synthesizer او كده وناخدها عن طريق مثلا loop متسجلة في studio صوت جتار صوت اي حاجة تسجلت بجد ما عندناش access عليها ممكن ناخدها في حاجة اسمها sampler وناخدها ونلعب في صوتها ونخلي صوتها حاجة تانية خالص ونلعب بيها بالkeyboard لكنها قلة من الكيبورد بالزبط طبعا صوتها بيبقى مش حقيقي قوي بيختلف بس ساعات بيبقى هو ده المطلوب ان انا اعمل صوت نفسه يبقى مختلف عن الحقيقي علشان يبقى لي طعم فحد ذاته يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة